الخدعة السينمائية او الفيديوهات اللي انا من حضراتكم دي بتتعامل ازاي؟ وخصوصا الافلام اللي في هوليود والافلام اللي زي مارفل وافلام كتير جدا احيانا البطل هو اللي بيمثل بنفسه بيبقى لابس نفس اللبس اللي في الكاركتر وفي اللقطات الصعبة بيبدأوا يدخلوا الكاركتر للسري دي بعيدا عن البطل ثانيا من نحية التنفيذ بيبقى فيه كرومة ضخمة جدا بتبقى كل الحطام بتاعته يا اما باللون الاخضر يا اما باللون الازرق ثالثا الحركات بتاعت الاكشن طبعا اللقطات اللي بنشوفها السريعة جدا دي بتبقى مصورة عكس كده تماما بتبقى اللقطات مصورة ببطل شديد جدا وبعد كده بيصرعوها على برامج المونتاج ولو فيه شخصية غريبة بيبدأوا يعلموها بلون اخضر زي بيبقى شايل مخدة او شايل كارتونة عليها لون اخضر اثناء المونتاج بيشيل المربع ده او بيشيل المخدة دي وبيبدأ يحط اللي هو محتاجه علشان النتيجة في الاخر تبقى بالشكل الرائع الامام حضراتك ده لمزيد من الفيديوهات من تنساش الاشتراك واللايك للفيديو مهم جدا جدا سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر